رجعنا وإياكم مشاهدينا في فقرتنا الحوارية مع رئيس جمعية الهندسة والبترول عبد عزيز عود الهاجر وحوار عن كيفية الجمعية شون تخدم الطالب المستجد حياك الله وإياها عبد العزيز شكرا لك تواجدك الله يسلامك في البداية نريد أن نعرف المشاهد على الجمعية بشكل عام وشنو دورها ويطالب بشكل عام الجمعية لها إنجازات كثيرة ودوارها يعني هي تمثل الطالب عند العمادة والجمعية هي الجهة الرسمية اللي يتمثل الطالب بشكل عام طيب شونو النجازات اللي حسنا اشتغلتوا عليها أخوي حمد نجازات الجمعية بداية العام النغابي قدمنا كتاب لنائب رئيس المدس الولدي طيب مسي عليه بالخير وكان الكتاب يتضمن شروط الاحتياطات وسلامة الطرق اللي حول الكلية طيب وإزالت الحديقة المقابلة الكلية وعملها مصابط أو مواقف أو فانسيارات ومتعدت للدوار طيب وعملنا معرض الفرص الوظيفية لمشاركة عديد من الجهات الحكومية والجهات الخاصة وعملنا قبل سبوع تغريبا أو سبوع ونص تغريبا عشر ايام حفل التخرج لطالبات وطالبات الكلية بحضور ورعاية السيد طلال الخرافي ووزير النفط ووزير الكهربة والماء دكتور خالد الفاضل وموجه المتحية والعظمة جسلمة عمر طباط باي طيب ويعني الجهازات الكثير ما تسعني أني أذكرها الحين كلها لكن هذه منها يعني هذه التغريبا قد أذكرهم يعني هل فيه تعاون معاكم من قبل إدارة الجامعية يعني كل الكتب اللي ترسلونها لهم أو تخاطبونها تخاطبونهم عن مواضيع مختلفة هل يتم قبولها ولا لا فيه أشياء يوافقون عليها فيه أشياء ما يوافقون عليها طبيعة الإدارة يعني فيه أشياء كيد توافق وفيه أشياء ما توافق إليه ممتاز ودوركم بالتحديد مع الطالب المسجد شنوه؟ الطالب المسجد يعني الجمعية ساعت من بداية العام إنها تساعد طالب المسجد في كل أموره في التسجيل الدورات الكتب النوتات اللي هي المذكرات الدراسية قامت معرض التخصصات قبل ممكن بداية شهر ستة اللي يعرف كل طالب يعني التخصص اللي بيه شنوه ويحب يديشه افتحت مكتب لها في برج الخرافي لتسجيل الطلبة يعني الأعضاء الجمعية كان موجودين طوال فترة التسجيل والعديد العديد من الخدمات طيب شنو أصعب مرحلة يواجهها الطالب المسجد في حياة الدراسية الجامعية؟ في الطالب الهندسة بداية الأول السنتين تقريباً هي مواد العلوم إذا اجتاز هاي الكل يعني حنا قبل نسمعنا لطفة العلوم انت خرجت فبداية الأول السنتين هي المواد الصعبة واللي عليها الحمل وين تكمن صعوبتها يعني بشنو صعبة إنها مواد موحدة تبع نظام موحد إنه ما في كل دكتور يعطي يعني منهج على راحته أو يحذف شيء وخلي شيء مواده لازم يمشون الدكتوري على نفس المنهج طيب حين أنت والجهة الرسمية في تواصلكم مع الطالب وأكثر ناس تفيدونه بالهندسة طيب الاتحاد يقول أنه ما كو جهة رسمية غيره وهو الأحق أن يتواصل مع الطالب ويفيده فمنوا فيكم بفيد الطالب أنت وكا جمعية أنت سوبرول ولا الاتحاد؟ مسع الأخواني بالاتحاد الوطني الجهة الرسمية التي تعمل تحت مضلة عمادات شون الطالبة والجهة الرسمية التي تمثل طلبة كلية الهندسة والبترول هي جمعية الهندسة والبترول هي الأحق هي الأحق هي الأقرب هي المتخصصة هي اللي يعني حتى لو الاتحاد مثل ما قال هو الجهة الرسمية التي مثل كلية الهندسة والبترول اتحادي مثل كل كليات فما أعتقد أنه يعني كتخصصة أو يعني كاتحاد أن يعرف ما هي مشاكل طلبة كلية و ما يحتاجون و ما يحتاجون يرجع يقول لك أنا عندي كوني اتحاد و أنا كنت بالأساس قائمة و اتحاد مجموعة قوائم في كل كلية عندي أعضاء قوائم يفيدون الطالب المستجد أكثر منك بس كجهة رسمية مثل ما قلنا الجهة الرسمية التي تعمل تحت ما ظلت عمادت شؤون الطالبة هي جمعية الانسابة يأثر عليكم في العمل النقابي الموضوع هذا يأثر يأثر أن الطلبة المستجدين لا يدخلوا و يسمعون بالاتحاد أو يسمعون بالاتحاد والجهة الرسمية و مثل ما قلت هم يقولون الجهة الرسمية هننقول الجهة الرسمية المستجدين يروحون للاتحاد أو أن يروحون أو يتجهون يعني يسمعون يحضرون الندوات ولا يسمعون فيأثر على العمل النقابي و يفيدهم كذلك انتخابيا ايه كعمل نقابي ما خاطبتوا عمادة الغبول أو حطيتوا ترتيب معينة أنت إنتحاد تسوي مثلا دورة أو شيء بس ما تسوي شيء مخصص مخصص حق الهندسة مثلا أو مخصص حق العلوم الإدارية أو غيرها بهالموضوع لا والله ما خاطب مثلا ما قلت أنه سيأثر عليكم بالانتخابات فهي يعتبر تكسب انتخابي له فشنو دور الإدارة الجامعية من هذا الموضوع بهالموضوع والله ما خاطبنا هالموضوع بالتحديد ما خاطبنا طيب بهالموضوع ما خاطبنا العمادة حل في يعني توجه إن شاء الله إذا هالموضوع أن الجهة الرسمية وأنها تفرض عليها الشروط أو شيء يعني ياليت والله إن شاء الله نكون يعني بمستغم كونكم جميعا تسوي بتروس وويتوا كل هذه الأنشطة الميزانية التي تعطيكم إياها الإدارة الجامعية كافية ولا أنتوا قاعد تقدمون من جيبكم للطالب والله شوف أنا ما أتكلم عن الجمعية الآن سأتكلم عن كل جمعيات كل جمعيات تقدم من جيب ما في جمعية يكفيها اللي ينزلها من ميزانية يعني نتكلم عن أشياء عن تضليل مواقف تضليل ممرات نوتات دورات يعني شغل شغل حفل تخرج تضليل مواقف تضليل ممرات أو الدارة الجامعية كميزانية لا تكفي أبداً بس أنتوا اللي ظللتوا؟ ايه؟ في رعايات نلجأ الرعايات دائماً ليش ما هي ظلت للكونها؟ هي المسؤولة عن المرافق هذه؟ هي تعطي الميزانية لكن الميزانية لا تكفي يعني نحن ورانا حفل تخرج ورانا حفل تهوق إن شاء الله حفل تهوق هذه السنة سيقام إن شاء الله في نهاية الثمانية يعني الميزانية يمكن على حفل تخرج يوقف خلاص ستوقف الميزانية فدايماً نلجأ الرعايات نلجأ بر الميزانية الميزانية لا تكفي على النشاطات المشاطة التي تقوم في الجميع الله يوفقكم الله يجزاك طيب كلمة خيرة المشاهدين أو بالذات الطلبة المستجدين؟ الطلبة المستجدين أنا أقول دائماً خلوكم مع الجهة الرسمية لا تسمعون يعني لأي كلام خارج الجهات الرسمية الجهة الرسمية هي اللي يتمثلكم الجهة الرسمية اللي يتمثل جمعية اللي يتمثل طلبة عفواً طلبة كلية الهنس والبترول هي جمعية الهنس والبترول ما في أي جهة رسمية يتمثل طلبة الكلية غير جمعية الهنس والبترول وأشكر غنات الرأي على هذه الاستضافة الجميلة وأنا شعيد أن أكون في غناة متميزة مثل غناة الرأي أسعد عبدالعزيز سعود الهاجري رئيس جمعية الحندس والبترول شكري لك تواجدك ويانا وتوضيح المعلومات هذه وشاهدينا وصلنا لنهاية فقرتي كذلك نهاية الحلقة على أمل أن نلتقي وياكم أنا زملائي في مواضيع مختلفة أشوفكم على خير